معنا مباشرة بغداد الباحث في شؤون الاستراتيجية دكتور أمير السعدي دكتور أمير أهلا بك إلى نشرتنا هذا المساء كيف ستؤثر استقالة نواب الكتلة الصدرية على التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي هل هناك رابح وخاسر في هذه المعادلة من وجهتنا طريق مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناتكم وإنما كان ودعنا نسترجع بأن هذه لم تكن الوثبة الأولى للتيارة الصدري بإعلان عملية الانسحابة والاستقالة تقديم الاستقالة من مجلس النواب وبالتالي تأثير واضح للعيان بخلق قاب فجوة بالعملية السياسية بالعراق مثلما حدث على قل التقدير بالتذكير الذي أطلقه السيد الصدر في بيانة الأخيرة بعملية انسحابة من الانتخابات التي هرعت أنذاك تلك الكتل والحزاب والتحالفات السياسية لا إرجاعها إلى العملية السياسية والأمر نفسه سينعكس اليوم هو حاول أن يظهر مبدأ الشوك أي الصدمة لكل الفرقاء الشركاء معه في هذه العملية وبالتالي ستكون هناك حوافز تدفع على قل التقدير هناك دعش مبادرة قد ظهرت على الساحة في العراق ومن المؤمل أن تكون هناك مبادرة أخرى من قبل سيد مسعود برزاني بتوافق أو بطرح من قبل المستقلين صوب عملية إيجاد منفذ لإخراجنا من هذا الانغلاق السياسي وبالتالي ستكون هناك تحديات كبيرة أمام زعماء العملية السياسية وليس للأسف أقول قادة العملية السياسية لأن ما زلنا نبحث عن زعمات وسلطة وصراع الإطار التنسيقي يحاول جاهدا أن يحلحل بضغوط قد تكون مباشرة وغير مباشرة وبإقليمية موقف التيار أو التحالف الثلاثي على أقل تقدير بإنقاذ وطن صوب عملية إيجاد توافقية أخرى أنا سبق وانطرحت مبادرة على سيد عمار الحكيم بحضور أكاديمي متمثل بعدة شخصيات أكاديمية من الساحة العراقية بأن يكون هناك منفذ حل 50 زائد واحدة أغلبية أو 50 زائد واحد توافقية والسبب في هذا الأمر هو محاولة اكتساب ووضع جديد عدم ترك الأغلبية الوطنية وفي نفس الوقت عدم ذهاب إلى توافقية كاملة وهو قد ذهب السيد الصدر على أقل تقدير في خياراته بالتحالف الثلاثي وإن كان بحجوم انتخابية وتوافقات وطنية لكنها أيضا مضت مع توافقية انظر إلى جدول تابع معي المشاهد الكريم موضوعة وجود توافقية واضحة خارج القانون وخارج الدستور بتسمية الرئاسات الثلاثة أي ما زال منصب رئاسة المجلس النواب إلى السنة ورئاسة الجمهورية للكرد ورئاسة الوزراء للشعة وهذا الأمر بعيد كل البعد عن خيارات بناء ديمقراطي حقيقي لدولة يمكن أن تصحح مسار عملها السياسي ونظامها فيما بعد لأجل الولوج لهذا التوافق لمصلحة المواطن وليس لمصلحة أحزاب ما زالك لحد الآن تبحث عن السلطة وليس مجال تأسيس لقواعد بناء دولة حقيقية هناك من يرى أنه لا الصدر قادر على الذهاب نحو المعارضة ولا الإطار قادر على تشكيل الحكومة وأيضا من ذهب بعيدا يقول أن الوضع العراقي مرتبط بالتطورات الإقليمية وبالتالي أي متغيرات إقليمية تنعكس إيجابا أو سلبا على الداخل العراقي أي تأخير تشكيل الحكومة مرتبط بالتغيرات الإقليمية نتحدث عن إيران والدول الغربية حتى نكون أكثر وضوحا نعم هناك تأثيرات واضحة لكنها ليست فاعلة 100% ممكن أن تكون لديها رؤى وعمليات استشارة تقدم قد تكون من طرف إقليمي إيران أو من فاعل دول المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية أو من طرف أممي الذي ما زال لحدا وسيطا ينشط بشكل كبير وملاحظة على قد تقدير سعي السيدة بالأسخارة للقاء الأحزاب الكردية وتوافقها على خوض الانتخابات القادمة في إقليم كردستان ثم عملية خيار توافقي آخر على مصر رئاسة الجمهورية ثم لإصلاح ذات البين بين الأحزاب في الإقليم ثم في الإطار ثم فيما بعد مع التوافق الثلاثي هكذا تسعى الأمم المتحدة والأمر نفسه ينعكس على قد تقدير ما صرح به السيد الرئيسي وتكلمنا عن رئيس إيران وتقديم دعوة عندما زار السيد فؤاد حسين طهران وقال بأنهم يسعون إلى موضوعة أن تكون هناك حكومة توافقية باشتراك وطني بمشاركة وطني هكذا كان البحث العام لها وبالتالي نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية بقابل أيضا تسعى لهذا الأمر لكن يبقى الخيار الداخلي وهذه النقطة الأهمية سمحت لي يبقى الخيار الداخلي الوطني هو من يفعل أو يسمح أو يرفض أو يحد من عملية هذه المؤثرات الاستشارة موجودة والخبرات التي تتلاقح بين الأطراف المحلية والإقليمية والدولية حاصلة على الأرض العراقية لكن ينبغي أن يكون هناك حظوظ وحظور بعيدا عن حتى دعوة السيد الصدر لا شرقي ولا غربية هناك مؤثرات واضحة لا يمكن أن ننكرها لكن نحتاج إلى عملية تقييم جديدة وتحييد لهذه التأثيرات حتى نستطيع أن نبني البيت السياسي الداخلي العراقي يمكن أن يذهب بخيار على قد تقدير فقط تشكيل الحكومة لا غير وهذا ما يريده زعيم تير الصدري في أكثر من مرة طلب عدم تدخل الدول الإقليمية في الشأن الداخلي وبالتالي إذا ما شرع الصدر في الذهاب نحو تقديم نوابه الاستقالات هل نتوقع حراكا شعبيا يلوح في الأفق وما شكل الإحاطة أو التقرير التي ستطرحه بلاسخارت المفاوضة الأممية في العراق مبوثة الأمم المتحدة ما شكلها؟ هل هذه المرة سيكون سوداويا؟ هل ستطلب الدعم الدولي؟ حتى نكون أكثر براغماتية ما زالت السيدة بلا سخارت تنقل لما يجرى على أرض الواقع بشكل واضح للعيان وليس يما عملية تقييمها في تقارير التي تقدم إلى مجلس الأمن وبهذا نرى بأن الوضع ليس ورديا في العراق ما زال أمامه كثير من التحديات والعراقيل ولم تستطع الطبقة السياسية الحالية من النهوض بمصلحة المواطن ولا ببناء دامله يمكن أن تكون على قد تقدير مدعاة ونبراس لديمقراطية جديدة فيها على قد تقدير الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والأطراف التي داعمة للعراق ما يرشح عن عملية انسحاب التيار الصدر من العملية السياسية هو عمل خطر جدا قد يؤدي ليس فقط أن نتكلم عن غضبة الشارع الذين هم الطبقة التي تتبع السيد الصدر وحسب نتكلم عن فراغ كبير سيحدث عدم حالة استقرار وفوضى كبيرة تجر باقي الأطراف السياسية إلى عملية قد تكون المواجهة بالشارع وأذكر بمفصل صغير جدا وهو ما حصل في انتخابات عام 2018 عندما حصلت عملية حرق بعض صناديق الاقتراع وسقوط بعض الحواسيب لجمع البيانات انبرت طرفان إلى عملية قرب التصادم بين التيار والفتح على قد تقدير في مسمياته الحالية وانبرت بعض الأطراف من العقلاء في العمل السياسي إلى جمع ذات البين وهنا يمكن أن نرجع على أقل تقدير تقريب وجهات النظر إلى سيناريا ومقارب إلى عام 2018 بتمضية والمنتظر من هذا على أقل تقدير من مبادرة السيد مسعود بارزاني هو جمع أفق ما رشح من المبادرة السابقة وتقريب الأطراف لا توافقية ولا لأغلبية وانما إلى حل حالة الوضع بهذا الانقلاق السياسي لتشكيل حكومة قادمة وما طرح إذا سمحت لي فقط في عقل من خمس طواني ما طرح السيد النائب السورشي من الاتحاد أمر صعب أن يكون على أرض الواقع لأن السيد الصدر لا يمكن إبعاده لا بمعارضة ولا بعملية خروج من عمل السياسي مباشرة بغداد الباحث في شؤون الاستراتيجية دكتور أمير ساعدي شكرا جزيلا لك